السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي الطلاب في درس جديد من دروس الرياضيات الصف الخامس الدرس الأول من الوحدة الثالثة عشر بعنوان النظام الإحداثي الجزء الثاني سوف نتعلم عزيز الطالب في هذا الدرس تحديد مواقع النقاط على شبكة إحداثيات ولنتذكر عزيز الطالب ما تعلمناه في الدرس الماضي سنبدأ بداية بالسؤال الأساس كيف تسمي موقع نقطة على شبكة إحداثيات؟ وكانت الإجابة الزوج المرتب يسمى نقطة تقاطع عندها قيمة للإحداثي X وقيمة للإحداثي Y على شبكة الإحداثيات عند تسمية زوج مرتب تأتي قيمة X دائما قبل قيمة Y ويشير العدد الأول وهو الإحداث X إلى المسافة من نقطة الأصل على امتداد محور X يشير العدد الثاني وهو الإحداث Y إلى المسافة من نقطة الأصل على امتداد محور Y وبالانتقال عزيز الطالب إلى صفحة 327 فقرة تطبق فهمك في التمرينين حدد النقطة التي يمثلها كل زوج مرتب على الشبكة أعلى وسنبدأ عزيز الطالب بالسؤال السادس وسنقوم بداية بتحديد النقطة التي يمثلها الزوج المرتب خمسة وثلاثة ونحن نعلم عزيز الطالب أن العدد الذي على اليسار يمثل الامتداد على محور X إذن سنبدأ بنقطة الأصل وسنمتد خمسة وحدات على محور X كما يلي والآن العدد الثاني وهو ثلاثة الذي على اليمين يمثل الامتداد على محور Y وسنقوم بالتحرك ثلاثة وحدات على محاذاة محور Y بشكل رأسي كما يلي إذن النقطة التي تمثل الزوج المرتب خمسة وثلاثة هي أحسنت يا بطل نقطة D وبالانتقال إلى السؤال السابع النقطة واحد وأربعة ونحن نعلم عزيز الطالب أن العدد الذي على اليسار يمثل الامتداد على محور X والعدد الذي على اليمين يمثل الامتداد على محور Y وسنبدأ بداية بمحور X وسنتحرك من الصفر على محور X وحدة واحدة كما يلي والآن سنقوم بالتحرك على محاذاة محور Y بشكل رأسي أربع وحدات كما يلي الآن النقطة التي تمثل هذا الزوج المرتب واحد وأربع هي أحسنت يا بطل نقطة C وبالانتقال عزيز الطالب إلى صفحة 327 فقرت تدرب مستقل في التمارين من ثمانية إلى ثلاثة عشر أكتب الزوج المرتب لكل نقطة استعمل الشبكة عزيز الطالب أوقف الفيديو وحل التدريبات ثم أكمل الفيديو بعد إنهاء الحل أحسنت يا بطل محاولة رائعة الحل بداية عزيز الطالب سنبدأ بالسؤال الثامن ونلاحظ عزيز الطالب أن النقطة على شبكة الإحداثيات تنطبق على محور Y ولكتابة الزوج المرتب للنقطة سنبدأ بفتح قوسين كما يلي الإحداث الأول سيمثل الانتداد على محور X والإحداث الثاني سيمثل الانتداد على محور Y ولاحظ عزيز الطالب للوصول إلى نقطة سنبدأ من نقطة الأصل وهي الصفر كما يلي ونلاحظ أن الانتداد على محور X سيكون أحسنت يا بطل صفر والانتداد على محور Y هو أحسنت يا رائع خمسة إذن النقطة تمثل الزوج المرتب صفر وخمسة وبالانتقال إلى السؤال العاشر نلاحظ عزيز الطالب أن النقطة Y تنطبق على محور X إذن الإحداث الأول وهو الانتداد على محور X سيكون أحسنت يا بطل واحد وبما أن النقطة Y تنطبق على محور X إذن سيكون الانتداد على محور Y هو صفر إذن الزوج المرتب الذي يمثل النقطة Y هو واحد وصفر وبالانتقال إلى النقطة Z سنبدأ من نقطة الأصل وأيضا كما تعلمنا أن الإحداث الأول سيمثل الانتداد على محور X كما يلي إذن سيكون أحسنت واحد والآن الانتداد على محور Y بشكل رأسي كما يلي كم وحدة سيكون عزيز الطالب؟ أحسنت يا بطل واحد اثنان ثلاثة أربعة إذن سيكون الانتداد على محور Y هو أربعة إذن الزوج المرتب واحد وأربعة ممثل النقطة Z على شبكة الإحداثيات وبالانتقال إلى النقطة X عزيز الطالب نلاحظ عزيز الطالب أننا سنقوم بالانتداد على محور X أربعة وحدات كما يلي إذن سيكون الإحداث X هو أحسنت يا بطل أربعة والآن سنتحرك إلى X على محاذاة محور Y بالشكل التالي كم وحدة عزيز الطالب تحركنا؟ أحسنت يا بطل تحركنا واحد اثنان ثلاثة وحدات إذن سيكون الإحداث Y هو أحسنت يا بطل ثلاثة إذن الزوج المرتب أربعة وثلاثة سيمثل النقطة X على شبكة الإحداثيات وبالانتقال عزيز الطالب إلى النقطة W نلاحظ أننا سنبدأ من نقطة الأصل وسنتحرك على محور X ثلاثة وحدات كما يلي إذن سيكون إحداث X هو أحسنت يا بطل ثلاثة والآن سنقوم بالتحرك إلى نقطة W على محاذاة محور Y كما يلي إذن سيكون إحداث Y هو أحسنت 2 إذن الزوج المرتب 3 و 2 سيمثل النقطة W على شبكة الإحداثيات وبالانتقال عزيز الطالب إلى النقطة S نلاحظ أننا سنبدأ من نقطة الأصل وسنتحرك على محور X كما يلي على محاذاة النقطة S إذن إحداث X هو أحسنت يا بطل 5 والآن سنتحرك إلى نقطة S بشكل رأسي على محاذاة محور Y كما يلي ونلاحظ أننا تحركنا 1 2 3 4 5 إذن سيكون الإحداث Y في الزوج المرتب هو أحسنت يا بطل 5 إذن الزوج المرتب 5 و 5 سيمثل النقطة S على شبكة الإحداثيات والآن عزيز الطالب في التمارين من 14 إلى 18 حدد النقطة التي يمثلها كل زوج مرتب على الشبكة أوقف الفيديو هنا عزيز الطالب وحل التدريبات ثم أكمل الفيديو بعد إنهاء الحل أحسنت يا بطل بارك الله فيك الحل سنبدأ عزيز الطالب بالسؤال الرابع عشر الزوج المرتب 2 و 2 وسوف نحدد النقطة التي تمثل هذا الزوج المرتب ونلاحظ عزيز الطالب أن الزوج المرتب الإحداث الأول يمثل الامتداد على محور X إذن سنبدأ من نقطة الأصل ونمتد على محور X وحدتان 2 كما يلي والآن نحن نعلم أيضا أننا الإحداث الثاني يمثل الامتداد على محور Y إذن سنقوم بالتحرك بشكل رأسي وحدتان 2 على محور Y إذن الزوج المرتب 2 و 2 يمثل النقطة أحسنت L وبالانتقال إلى الزوج المرتب الآخر في السؤال الخامس عشر خمسة وأربعة أيضا كما تعلمنا عزيز الطالب سوف نبدأ من نقطة الأصل وسنمتد خمسة وحدات على محور X كما يلي وأربعة وحدات بشكل عمودي على محاذات محور Y إذن الزوج المرتب خمسة وأربعة سيمثل النقطة أحسنت Q على شبكة الإحداثيات وبالانتقال إلى النقطة واحد وخمسة في السؤال السادس عشر أيضا سنبدأ من نقطة الأصل وسنمتد وحدة واحدة على محور X كما يلي وخمس وحدات بشكل عمودي على محاذات محور Y إذن النقطة التي تمثل الزوج المرتب واحد وخمسة هي أحسنت يا بطل N وفي السؤال السابع عشر الزوج المرتب صفر وثلاثة ونلاحظ عزيز الطالب أننا سوف نمتد صفر وحدة على محور X وثلاث وحدات على محور Y إذن النقطة ستنطبق على محور Y كما يلي إذن الزوج المرتب صفر وثلاثة سيمثل النقطة أحسنت M وبالانتقال إلى الزوج المرتب أربعة وصفر في السؤال الثامن عشر أيضا سنبدأ بنقطة الأصل وسنمتد أربعة وحدات على محور X كما يلي ونلاحظ أن الإحداث Y هو صفر إذن سنبقى منطبقين على محور X إذن الزوج المرتب أربعة وصفر سيمثل النقطة أحسنت يا بطل P وبالانتقال عزيز الطالب إلى صفحة ثلاثمائة وثمانية وعشرون ممارسات الرياضيات وحل المسائل في التمارين من عشرون إلى أربعة وعشرون أكمل الجدول أذكر النقطة والزوج المرتب لكل رأس من رؤوس الشكل الخماسي المجاور عزيز الطالب أوقف الفيديو وحل التدريب ثم أكمل الفيديو بعد إنهاء الحل أحسنت أحسنت يا بطل بارك الله فيك الحل نلاحظ عزيز الطالب أننا سندكر الأزواج المرتبة لرؤوس الشكل الخماسي والرؤوس هي A و C و E و G و I والآن سنبدأ بالنقطة A وسندخل الزوج المرتب الذي يمثل النقطة A بداية سنبدأ من نقطة الأصل ونمتد على محور X بمحاذاة النقطة A كما يلي ونلاحظ أننا تحركنا ثلاثة وحدات إذن الإحداث X هو أحسنت يا بطل ثلاثة والآن سنقوم بالتحرك بشكل الرأسي إلى النقطة A على محاذاة المحور Y كما يلي ونلاحظ أننا تحركنا خمسة وحدات إذن إحداث Y هو أحسنت يا بطل خمسة إذن الزوج المرتب ثلاثة وخمسة سيمثل النقطة A على شبكة الإحداثيات وبالانتقال إلى الرأس الآخر من رؤوس الشكل الخماسي وهو C سنبدأ بداية بنقطة الأصل وسنتحرك وحدة واحدة على محور X كما يلي إذن إذن الإحداث X في الزوج المرتب هو أحسنت واحد والآن سنتحرك بشكل الرأسي بمحاذاة المحور Y ثلاثة وحدات كما يلي إذن الإحداث Y في الزوج المرتب هو أحسنت يا بطل ثلاثة إذن الزوج المرتب واحد وثلاثة سيمثل النقطة C وبالانتقال إلى النقطة E سنبدأ بداية بنقطة الأصل وسنتحرك وحدة واحدة على محور X إذن سيكون الإحداث X هو أحسنت واحد أيضاً سنتحرك وحدة واحدة على محور Y كما يلي وسيكون الإحداث Y هو أحسنت يا بطل واحد إذن الزوج المرتب واحد وواحد سيمثل النقطة E وبالانتقال عزيز الطالب إلى النقطة G سنبدأ من نقطة الأصل وسنتحرك خمسة وحدات على محور X كما يلي إذن الإحداث X هو أحسنت يا بطل خمسة وسنتحرك أيضاً وحدة واحدة على محور Y إذن الإحداث Y في الزوج المرتب هو أحسنت يا بطل واحد إذن الزوج المرتب خمسة وواحد سيمثل النقطة G وبالانتقال إلى النقطة I سنبدأ من نقطة الأصل وسنتحرك خمسة وحدات على محور X إذن الإحداث X هو أحسنت يا بطل خمسة والآن سنقوم بالتحرك ثلاثة وحدات بمحاذاة محور Y شكل رأسي إذن الإحداث Y سيكون هو أحسنت ثلاثة إذن الزوج المرتب خمسة وثلاثة سيمثل النقطة I على شبكة الإحداثيات وبالانتقال عزيز الطالب إلى فقر التقويم السؤال سبعة وعشرون زارت عائلة دانا المكان الواقع عند النقطة 4 و2 على خريطة المدينة أي من الأماكن التالية يقع عند النقطة 4 و2 عزيز الطالب أوقف الفيديو وحل التدريب ثم أكمل الفيديو بعد إنهاء الحل أحسنت يا بطل بارك الله فيك الحل لنتعرف عزيز الطالب على المكان الواقع عند النقطة 4 و2 سنقم بتمثيل النقطة 4 و2 وسنبدأ أولا بنقطة الأصل وسنتحرك أربع وحدات على امتداد محور X كما يلي ثم سنتحرك بشيء الرأسي وحدتان اثنان على محاذات المحور Y إذن المكان الواقع عند النقطة 4 و2 هو أحسنت يا بطل المتحف إلى هنا وصلنا عزيز الطالب إلى نهاية هذا الدرس على أمل اللقاء بكم في درس جديد بإذن الله